لو بآخر بحاجة كل الناس كانت مستنية البروفة بتاعتها ألمانيا لما ابتدت الدوري كلنا قلنا هنشوف عودة الدوري بعد كورونا عايزين نشوف بقى حيعملوا ايه الدوري الأماني ايه اللي هيحصل هل في إصابات حتزيد ولا لا اللاعبين هيبقى عندهم الكدرة البدنية العالية فكنا مستنين بتشوق قوي ده في عودة النشاط الكروي كان الأول في العام كنا كمان مستنين ده في الدوري الإنجليزي ولكن بشكل آخر في مسألة عودة الجماهير وكنا منتظرين نشوف عودة الجماهير هتنظم ازاي هيبقى فيه أثار سلبية ولا إجابية في الموضوع أكيد الأثار الإجابية كانت هتبقى في صالح رابطة المحترفين الكرة المحترفين في إنجلترا وخاصة الكرة إنجليزية بشكل عام سواء من تسويق أو حتى على أداء اللاعبين وعلى الجانب الآخر الحكومة بتحاول تحافظ على المواطن الإنجليزي في ظل تصاعد أسهم أخطر لعب في العالم مرة تانية في تواجد فيه خريطة إنجلترا أو بريطانيا مرة تانية بتزايد شكل كبير جداً بتزايد إعداد مرة تانية تعليق إيه عن عدم عودة الجماهير الكام متوقع في شهر أكتوبر وكلنا وكلنا منتظرين أولاً إحنا بدأت بداية عظيمة جداً بداية البندزليجا لما بدأت الكرة في العالم كله والناس كلها كانت بتتفرج وبتشوف البندزليجا برضو لما بدأوا بدأوا بتواجد عدد محدود من الجماهير في الملعب لحد أقصى عشرين في المية من ساعة الملعب وشفنا فيه مباريات البندزليجا اللي بدأت مع البريمير ليج برضو يوم اثنى وشر تسعة فيه كذا دولة بدأت تدخل الجماهير يعني في فرنسا شفنا فرنسا ما رجعتش الدوري الساني اللي فاتت لكن بدأت الدوري الساني لكن فيه عدد محدود من الجماهير موجود فيه أكتر من ملد في هولندا فيه عدد محدود حتى شفنا آرين روبين لما بيلعب مع جرونيجين اللي هو ناديل قديم اللي رجع له تاني وكان بيلعب كان فيه عدد محدود من الجماهير جوا الملعب في انجلترا كان الناس كلها مستنية بداية شهر اكتوبر عشان خاطر بنشوف الجمهور هيرجع تاني ولا لا وهيرجع بإيه عدد عمل ازاي ولكن الحكومة الانجليزية بوريس جونسون رئيس الوزراء وواحد هو واحد من اللي اصيبه بالكورونا وكان اوقات عصيبة جدا حتى في انجلترا في الوقت ده مبارح طلعوا البيان اللي بيقول فيه ان هنأجل عودة الجمهور مع حاجات تانية كثيرة لا وعد ديسك اللي هو لسه استيقاتهم دي اللي هو اه اللي يقدر يشتغل من البيت يشتغل من البيت واللي لازم ينزل هو اللي ينزل اه بين اه كمان غير المباريات داخلين على مرحلات الحاضر كمان فده في حد ذاته هم وصلين للافل اسمه لافل فور هو مرحلة الرابعة ودي مرحلة تعتبر عالية نسبيا في اه انتقال انتقال الفيروس فكمان مش المباريات بس لا المناسبات العائلية هم الافراح والجنازات والكلام ده كله ليها عدد حد اقصى ده برضو كان جوا البيانة طبعا رد فعل ربط الدوري الانجليزي طبعا سلبي جدا جدا ومحبط جدا او هم حاسين بالاحباط لان الاندية كلها بلا استثناء خسرت نزيف من الاموال اه طبعا نزيف اموال رهيب ان انت بتخسر اه بورشن كبير من الفلوس اللي بيجيلك اه واللي بيجيلك من الجمهور ده حاجة الحاجة التانية هم كان عايزين يجربوا كان فيه فعلا يعني لغا دلوقتي اه فيه الانفل يعني ليفر بول كان هيجربوا في اكتوبر اه يدخلوا عدد محدد محدود من الجماهير في ارسنل هيجربوا عدد كانوا هيجربوا اه 12 الف اه متفرج اه اه في اكتوبر ده تريبا ما يوزع 20% من ساعة الانفل طبعا احنا مش عارفين اهم وغدانها بالنسبة قد ايه اه يعني اه لكن احنا 20% دي مثلا فيه المانيا لكن في انجلترا كانت الدنيا هتبقى ايه وحده وحده وكنا بيبدأوا بألف ما كانش فيه اقرار معين بالساعة بتاع الملاعب هم معطينا الي كل نادي حسب همقعلوا نحن نوعين نرجع في اكتوبر طبعا القرارات هنا ب meme راح ان risqueش حاجة ترجع في اكتوبر صحيح فاة اكيد ربطة الدور الانجليزي بالتسويق بالكلام ده كله اكيد هيلاءو حلول مبتكرة علشان يقدروا يعوضوا الخسائر دي وعشان يقدروا كمان يدخلوا الجمهور بشكل آمن تذكر انت الحلول اللي كانت مبتكرة ان انت تدفع عشرين دولار او مش فاكر القيمة الفعالية كانت كام وتحط صورتك في المدرج وتبقى انت موجود في التاجه دي كتنظر ان الحلول مبتكرة مدالة كان موجودة في الاول وكانت الناس مبسوطة بيها جدا انهما حتى صورتهم ديكون موجودة دلوقتي لا الناس بعايزة تروح وفي نفس الوقت الاندية مش عايزة يعني طبعا هماها الاول الناس كلها هماها الاول هي الصحة العامة فاكيد هيفكروا في حلول انهما يأمنوا بيها دخول الجماهير هيدخلوا بعدد قد ايه هيدخلوا بسعة قد ايه يعني احنا برضو مستمعين لكن عايزة تلك الدولة لحتى اقتصادية يمكن بما ان طبيعة في الاساس الاتصاد عندك التأثر المادي باي شق سواء منه رعاية وايه تاني ممكن اسباب جماهير كل ده عايزة تلك الدولة هو يعني الاندية بشكل عام يعني لو هنتكلم مثلا على برامر ليج كل نادي في انجلترا مصادر داخله من ليه اكتر من مصدر المصدر الكبير جدا هو حقوق الرعاية والبث التلفزيوني من النسب او من المصادر الكبيرة جدا جدا هو الحضور الجماهيري طبعا وده لي يعني حتى لينا مثال معروف جدا جدا النادي تاترهم هوتسبر عمل استاد السنة اللي فاتت او السنة اللي قابل اللي فاتت استاد جديد استاد كبير اه بدل الوايت هارت ليين اللي هو ملعبه القديم على اساس بقى ان الملعب كل على طول الماتشات كلها بيلعب بقى في وبيلعب في الدوري الانجليزي وكل حاجة وفاكة يعمل تجيت موسمي الكورونا الكورونا جات الكوفيد ناينتين جي مبقاش في حد يروح طبعا دي خسائر كلها آآ ليه مداخيل للنادي فانت كنت معتمد على واحد اتنين تلاتة انت في واحد ده واحد ده مهم جدا جدا مبقاش موجود بقى زيره فعلا صفر بالمعنى الحرفي فانت بقى بدل ما انت معتمد على رقم لا انت بتشيل منه التلت على الاقل احنا عنينا كتير اوي كده في الدوري المصر ولا مش عارف يعني الرابط هيحصل بشكل او باخر يعني بان مواسم عدة عدم وجه مهير بشكل او باخر كان هيبقى قيمة سوقية مختلفة لو متواجد